السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين سنعرض لكم اليوم أصل حكاية شبكة العروسة ومن ألف هذه الشبكة ومن ابتقارها لذلك ندعوكم لمتابعة الفيديو للنهاية والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عزيز المشاهد بدأت حكاية الشبكة منذ العصر الفرعوني حيث كان من العادات والتقاليد تقديم الحولة للعروسة ووقتها كان يتم تقديم خاتما واحد فقط للزواج وليس عدة قطع زهبية مختلفة فكان الأمر مقتصرا على خاتم مرسوم عليه بعض الرسومات الفرعونية القديمة فكان تقديم القطع الأخرى من الزهب والحولة بمثابة أمر غير مشروط في الزواج فكان بمثابة هدية من العريس لعروسته ولم يقتصر الأمر على الزهب فقط فكان البعض يقدم الملابس أو أشياء أخرى بدلا عن الشبك وكان يعد الزهب جزءا من مهر العروس وهو الأمر الذي يفعله الآباء حاليا بطلب كتاب قيمة الشبك في قائمة الزواج عزيز المشاهد وبعد ذلك مرت السنوات وتغيرت الأوضاع وأصبحت الشبك الزهب من أهم عوامل نجاح الزواج ومن أسباب موافقة على العريس فأصبح شرطا يطلبه والد العروس بأن يحضر العريس لابنته شبكة محترمة طليقه بقيمة ابنته فتذهب العروس برفقة والدتها وأهل العريس لاختيار الشبكة الملائمة وتصبح عنوانا للتفاخر بين الأهل والأصدقاء والجيراء وتعدلها حفلة خاصة لتقديم الشبكة وارتدائها شبكة عليها القيمة توضع في علبة قطيفة ملونة وتتجول بها والدة العروس تترك أبواب الجيران لتتابعها بشبكة ابنتها وكلما جاء إليها ضيفا تخرج الشبكة من الأدراك لتتفاخر بها وهو المشهد الذي شاهدناه كثيرا من الأفلام الزمن الجميل وعصرناه في القرن الماضي حينما كان العريس قادرا على الشبكة قادرا على شراء الشبكة التي يطلبها والد العروس هدية العريس لعروسته بهذه الجملة تبدأ اتفاقات الزواج فبعض الآباء لم يشترتوا تقديم شبكة بمبلغ معين لكن يضعون الشباب في خانة ليك حيث يقول له والد العروس هذه هديتك للعروسة وأي بقى آخرون يتغادون عن الشبكة الفاخرة مقابل إحنا بنشتري راجل مع ترد أحوال الشباب في السنوات الأخيرة أصبحت الشبكة تعبئا ثقيلا وسبب رئيسي في فركاشة العديد من الزيجاج بسبب عدم قدرة الشباب على تقديم الشبكة التي يطلبها أهل العروس البعض يتفهم الوضع المادي للشباب والبعض الآخر يعمل بمبدأ بنتي مش أقل من حد ويصمم على شراء شبكة مقابل إتمام الزواج دبلة ومحبس أصبحت الشبكة الأشهر في عيد فتيات هذا العصر وبعد سوء أحوال الشباب المادية لم يعد بقدرتهم شراء شبكة تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات كما يحدث فيه كثير من محافظات الصعير لكن البعض يكتفي الآن بدبلة الخطوبة والمحبس في حفل عائلي بسيط لإعلان الخطبة ومرعات لحال الشباب